اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه النشرة الاخبار المباشرة من قناة العيون البداية بأبرز عنوان النشرة تعليمات الملكية السامية لإرسال مساعدات تقبية إلى عدة دول إفريقية من أجل مواجهة جائحة كوفيد-19 تسجيل 101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و69 حالة شفاء خلال 24 ساعة الأخيرة وفي النشرة نتابع من قليمي من عكسات جائحة كوفيد-19 على تجارة الإبل مرحبا بكم وإلى التفاصيل أعطى صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله تعليماته السامية لإرسال مساعدات طبية إلى عدة دول إفريقية شقيقة بحسب ما أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم الأحد مساعدات تهدف إلى تقديم معدات طبية وقائية من أجل مواكبة الدول الإفريقية الشقيقة في جهودها لمحاربة جائحة كوفيد-19 تقرير في الموضوع لعياد السرسي أوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه المساعدات تهدف إلى تقديم معدات طبية وقائية من أجل مواكبة الدول الإفريقية الشقيقة في جهودها لمحاربة جائحة كوفيد-19 وتتكون من حوالي ثمانية ملايين كمامة وتسعمائة ألف من الأقنعة الواقية وستمائة ألف غطاء للرأس وستين ألف سترة طبية وثلاثين ألف لتر من المطهرات الكحولية وكذا خمسة وسبعين ألف علبة من القلوروكين وخمسة عشر ألف علبة من الأزيتروميسين وسجل المصدر ذاته أنه سيستفيد من هذه المساعدات خمسة عشر بلداً إفريقياً ينتمون إلى جميع جهات القرة وهي بوركينفاسو الكاميرون جزر القمر الكونغو إسواتيني غينيا غينيا بيساو ملاوي موريتانيا النيجر جمهورية الكونغو الديمقراطية السينغال تنزانيا تشاد وزامبيا وأكدت الوزارة أن هذا العمل التضامني يندرج في إطار تفعيل المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الثالث عشر من أبريل للسنة الجارية باعتبارها نهجاً براغماتياً وموجهاً نحو العمل لفائدة البلدان الإفريقية الشقيقة مبرزة أن هذه المبادرة تمكن من تقاسم التجارب والممارسات الفضلة وتتوخى إرساء إطار عملي لمواكبة جهود هذه البلدان في مختلف مراحل تدبير الجائحة ويجب الإشارة إلى أن جميع المنتوجات والمعدات الواقية التي تتكون منها هذه المساعدات الطبية المرسلة نحو الدول الإفريقية الشقيقة تم تصنعها في المغرب من طرف مقاولات مغربية وتتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية وظهر اليوم وصلت إلى مطار نوكشوط الدول المساعدات الطبية المغربية الموجهة إلى الجمهور الإسلامي الموريتاني بتعليمات سامية من صاحب الجلال الملك محمد السادس عمل تضامنياً درج في إطار تفعيل المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة في 13 شهر أبريل 2020 باعتبارها نهجاً برغماتياً وموجهاً نحو العمل لفائدة البلدان الإفريقية الشقيقة تمكن من تقاسم التجارب والممارسات الفضلة تقرير محمد التروزي أوامر السامية من جلالة الملك محمد السادس نصره الله حطى الطائرتان تابعتان للخطوط الملكية المغربية في مطار نوكشوط الدولي المتونسي بالعاصمة الموريتانيا نوكشوط تحملان كميات من اللوازم والمعدات الطبية لدعم جهود موريتانيا في مواجهة احتواء تفشي فيروس كورونا المسجد في البلاد نجد سعيد بتواجد اليوم هنا بمطار نوكشوط الدولي المتونسي مع أخي الدكتور ندير ووزير السلحة في القطر المتونسي الشقيق لنتسلم جميعا هذه المساعدات المهمة التي أمر بتوجيهها إلى جمهورية الإسلامية الشقيقة الموريتانية جلالة الملك محمد السادس نصره الله وعيد ونحن نتستزلم اليوم هذه الدفعة المهمة من المساعدات الصحية وهي محطة لنقف على متانة العلاقات الأخوية بين قائدين البلدين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأخي فخامت الرئيس السيد محمد مولد الشيخ رزول وكذلك كما تعلمون العلاقة القوية والمتينة بين الشعبين الشقيقية وفد الرسمي الموريتاني يقوده وزير الصحة إلى جانب السفير المغربي في نوكشوط كان في استقبال المساعدات المغربية التي تضم ملايين الكمامات والاقنيعة الواقية وسترات طبية بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأدوية وبعض اللوازم الطبية الأخرى يشارفني كثيرا اليوم نحضر معاكم هون حفل تسلم هذه المنحة الصحية من المملكة المغربية الشقيقة ونثمنوا هذا المنحة اللي تجينا في وقت مهم ووقت فيها الجائحة في البلاد وفاصلين في عمل جماعي على مستوى الوطني وعلى مستوى الدولي حتى نحد من هذه الجائحة وهذه المنحة تجيب هذا التعاون الأخوي بين جمهور الاسلام الموريتانية والمملكة المغربية الشقيقة وهذا عظيم عندنا بالإضافة إلى موريتانيا ستستفيد 14 دولة إفريقية أخرى من المساعدات والمعدات الطبية التي تقدمها المملكة مبادرة تتوخى إرساء إطار عملي لمواكبة جهود البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبير الجائحة وحول أهمية هذه المبادرة التضامنية وكذا العلاقات المغربية الموريتانية أدلى وزير الشؤون الخارجي والتعاون والموريتانيين بالخارج السيد اسماعيل والشيخ أحمد بالتصريح التالي لنتابع كما تعلمون وصلت هذا الصباح إلى مطار نواكشوط الدولي والتونسي طائرتان بتوجيه سامي من جلالة الملك محمد السادس لمساعدة موريتانيا والحكومة الموريتانية بقيادة فخامة الرئيس محمد والشيخ الغزواني في مواجهة هذه الجائحة جائحة كوفيد 19 والتي يواجهها بلدنا في وقت صعب وأنا أظن أن هذه المساعدات التي جاءت في طاهرتين سابقة في الحقيقة تدل على متانة وقوة العلاقات بين القايدين جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس محمد والشيخ الغزواني وكذلك تدل على متانة العلاقة بين الشعبين في الحقيقة هي كانت تجهيزات ومعدات طبية ستساعد الحكومة في هذه الفترة الصعبة جدا وكما تعلمون أنا كان لي الشرف أني تكلمت مع معالي الوزير ناصر بوريطة الأسبوع الماضي وأخبرني بهذه الطائرة كأننا في ذلك الوقت نتوقع طائرة واحدة ولكن الآن هم طائرتين وهذا يأتي بتوقيت حقيقة مهم جدا بالنسبة لنا في موريتانيا وفي حديثنا أنا تطرقت إلى إعجابنا وتهنيئتنا للشعب المغربي وللحكومة المغربية على أنها تقريبا أقضت على هذه الجائحة وهذا كما تعلمون الشيء مهم جدا لأن المغرب عاش أسابيع صعبة جدا ولكن دليل على الحمد لله قوة الموارد البشرية في المغرب وقوة دولة المغرب والمملكة المغربية على التصدي وطالبت منه باسم الحكومة الموريتانية أننا مستعدين لأن نستفيد من هذه الخبرة ونتبادل الخبرات وسيكون ربما إن شاء الله هناك متابعة لهاتين الطائرتين التي استقبلهم اليوم وزير الصحة زميلية الدكتورة نذير حامد باسم الحكومة الموريتانية وحقيقة مرة أخرى أريد من خلالكم أن أجدد باسم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني شكرا لجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي والحكومة المغربية على هذه المساعدة المعتبرة والتي تأتي في وقت مهم النقطة الأخيرة التي أردت أن نشير إليها هي متانة وقوة العلاقات بين البلدين التي كما تعلمون عرفت دفع كبير في السنة الأخيرة بعد انتخاب فخامة الرئيس الشيخ محمد الشيخ الغزواني التي في الحقيقة وصلت إلى مستوى من التبادل التجاري والتبادل الثقافي والتعليمي أنتم تعلمون عدد الطلاب الموريتانيين الموجودين وفي كل التخصصات في المغرب وهذا الشيء نحن دائما نأخذ كل فرصة من أجل أن نشكر عليه المملكة المغربية وكانت هناك توجيهات سامية من فخامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني وجلالة الملك محمد السادس لأن تعقد في إسرع وقت لجان مشتركة خاصة للجنة العليا المشتركة وأن يكون هناك تبادل وتكثيف هذا التبادل الثقافي والعلمي والتجاري بين البلدين وحقيقة ما حصل اليوم ليس إلا دليل على مثانة هذه العلاقة أفد بلغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة مساء يوم أمس السبت أنه سيتم تجميع الحالات النشطة لكوفيد 19 والحالات الإيجابية الممكن اكتشافها مستقبلا في مؤسستين صحيتين متخصصتين في كل من بن سليمان وبن قرير مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيمكن من التسريع ابتداء من 20 يونيو الجاري في عملية الرفع التدريجي للحجر الصحي تقرير في الموضوع لعلي الكبشة البلاغ المشترك أكد أنه نظر للتطور المتحكم فيه للوضع الوبائي والصحي المرتبط بكوفيد 19 في المملكة بفضل الجهود المشتركة والمستمرة للمواطن والإدارة وكافة مكونات المجتمع المغربي فإن غالبية الحالات النشطة لكوفيد 19 البالغ عددها نحو 700 حالة على المستوى الوطني توجد في حالة صحية مطمئنة ومستقرة مضيفا أن هذا التجميع يهدف بالأساس إلى فتح المجال بمستشفيات المملكة لعلاج مرضى آخرين وأوضح المصدر ذاته أنه بدلا من إبقاء هذه الحالات الإيجابية للفيروس موزع عبر مستشفيات المملكة التي يجب فتح المجال فيها لعلاج الأنواع الأخرى من الأمراض وبهدف ضرورة حماية هذه الحالات وكذا محيطها العائلي والمهني مع توفير الرعاية اللازمة لها تقرر تجميعها بالإضافة إلى الحالات الإيجابية الممكن اكتشافها مستقبلا في مؤسستين صحيتين متخصصتين بكل من بن سليمان وبن قرير مشيرا إلى أن هاتين المؤسستين المخصصتين لتدبير كوفيد 19 التي ستوفران جميع شروط الإقامة الملائمة والمتابعة الطبية المناسبة سيتم إدارتهما بشكل مشترك من قبل الأطباء المدنيين والعسكريين وذلك في أفضل الظروف على غرار التدبير المشترك الذي أبان عن فاعليته إلى حدود الساعة البلاغ أضف أن عملية التجميع هذه سيصاحبها استمرار إجراء اختبارات الكشف واسعة النطاق تشمل كافة الأشخاص المخالطين وفق ما هو معمول به على مستوى المقاولات والفضاءات المهنية داخل كافة التراب الوطني وخلص البلاغ المشترك إلى أن هذا الإجراء سيمكن ابتداء من العشرين يونيو من التسريع في عملية الرفع التدريجي للحجر الصحي مع مراعاة تطور الوضع الوبائي في المملكة في مستجدات الحالة الوبائية أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-1969 حالة شفاء من المرض المرتبط به بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة السيد معاد لبرابط أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمملكة إلى 8,793 حالة ومجموع حالة الشفاء التامة إلى 7,765 حالة لنتابع التصريح بلغ مجموع الحالة الجديدة التي سجلت ببلادنا 101 ليرتفع العدد الإجمالي للحالة إلى 8,793 حالة إجمالية منذ 2 مارس 2020 جهة مراكش أسفي 219 حالة نشطة جهة الضالبدة 621 حالة نشطة جهة طنجة تطوال حسيمة 196 حالة نشطة جهة الرباط سلا القنايطيرا 125 حالة نشطة منظومة تتبع المخالطين والبؤار والتي شاملت لحد الساعة 50,165 مخالط ولازال 5,611 مخالط رهنها التتبع الصح وحول مستجدات الحالة الوبائية بجهة قليمي موادنون ارتفعت حصيلة الإصابة بوباء كوفيد 19 بعد تأكيد إصابة شخصين 2 مساء أمس ليصل عدد المصابين بهذا الوباء منذ تفشي هذه الجائحة العالمية إلى 48 شخصا على صعيد الجهة ولرصد المزيد من المعطيات حول هذا المستجد نتابع الزميل حفظ محضار مدير مكتب القناة بيقليمي مو نعم مع كامل أسف حالة إصابة جديدة بوباء كوفيد 19 سجلت مساء أمس هنا بيقليم جليمي مو وتحديدا بجماعة بوزكرنا ترفعان من الحصيل الإجمالي للمصابين بهذا الوباء على مستوى هذه الجهة الجنوبية منذ تفشي الجائحة العالمية إلى 48 حالة الحالتان الجديدتان تعودان لشخصين من مخالط إحدى الحالات التي لازلت تطلق العلاج على مستوى المركز الاستشفاء الجهوي بيقليمي الحالتان الجديدتان تم نقلهم اليوم إلى المركز التجميع على مستوى إقليم بن جرير تنزيلا للدورية المشتركة ما بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة للتذكير فالحالات المسجلة على مستوى جهة إقليمي موادنون تتوزع على إقليم إقليمي ب46 حالة 42 منها على مستوى جماعة بوزكرنا فيما إقليم سيديفني سجل حالة واحدة وحالة واحدة أخرى سجلت على مستوى إقليم هست الزاك تحتفل البلدان بأنحاء العالم كافة كل عام باليوم العالمي المتبرعين بالدم الذي يصادف 14 من شهر يونيو من كل سنة فعالية سنوية هي بمثابة مناسبة لاستحضار مدى أهمية حملات التبرع بالدم مع الحثة على مواصلتها من أجل قد حياة الآخرين تقرير في الموضوع لعلي الكفشة وسط صراع الإنسان مع وباء بعثر يوميات الكون دون تمييز بين الصغار ولا الكبار تحل ذكرى الرابع عشر يونيو في ظروف استثنائية عاشها ويعيشها العالم جراء الفيروس وعبرها يخلد الإنسان يوم التبرع بالدم الذي أقرته الأمم المتحدة كأحد مظاهر الإنسانية الكونية يوم عالمي يأتي في سياق مختلف منذ بدء إقراره عام 2005 والإنسان يصارع الفيروس ففي رقعة من العالم أوقفت الحركة بدخول البلاد مرحلة الطوارئ الصحية إلا أن التبرع بالدم لم يتوقف رغما عن تراجعه بالنظر لظروف المرحلة فرغم صعوبة المناخ الوبائي لم يتوانى المواطن بمعزل عن ثوبه المهني في مواصلة التبرع طوعا من دون مقابل لقاء دمهم الممنوع هدية لإنقاذ الأرواح سيما والسائد قطرة دم قد تعادل حياة آخرين مبادرات إنسانية هنا وهناك داخل جهات الجنوب الثلاث لم تخرج عن مشاهد بقية المبادرات الأخرى المعتلية لصورة المشهد التطوعي محليا تأتي عاكسة لأرواح التآذر والتضامن والمساندة مع الغير ممن هم في وضعية صحية حرجة لا سيما وعمليات نقل الدم ومنتجاته تساعد على إنقاذ ملايين الأرواح سنويا مع دعمها لإجراء العمليات الطبية والجراحية المعقدة حس تطوعي يأمل القائمون على مراكز احتضانه الطبية أن يظل وفي للاستمرار ليستمر مخزون الدم وطنيا محافظا على معدلاته بنسب إضافية حتى تستجيب لحاجة الإنسان المريض من هذه المادة الحيوية فكل عام والإنسان بأفعاله الإنسانية بألف خير وفي ظل الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كوفيد تسعة عشر وبهدف تجيع السياحة الداخلية التي تعد إحدى دعامات القصاد الجهوي أعلن المجلس الجهوي للسياحة بالدخل ودي الذهب عن مخطط إنعاش طموح لفترة ما بعد الحجر الصحي تقرير في الموضوع رفقة بكار دليمي ومحمد يدس في ظل الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كوفيد تسعة عشر وبهدف تجيع سياحة الداخلية التي تعد إحدى الدعامات الاقتصادية لجهة الداخل ودي الذهب المجلس الجهوي للسياحة بالجهة يعلن عن مخطط إنعاش طموح لفترة ما بعد الحجر الصحي وذلك في بلاغ للمجلس يؤكد فيه أنه بالنظر إلى الوضعية غير المسبوقة التي واجهها قطاع السياحة منذ ثلاثة أشهر فقد تعب المجلس والجهوي لجهة الداخل ودي الذهب بالكامل من أجل الدفع بسياحة المحلية والداخلية للؤلؤة الجنوب من خلال العمل بالتشاور مع المهنيين في القطاع السياحي للترويج لوجهة الداخل وفي هذا الإطار يضيف البلاغ قام المجلس والجهوي للسياحة بإرساء مخطط عمل يرتكز على أربعة محاور رئيسية وهي الترويج والتطوير والتواصل والتنشيط ففي الجانب الترويجي أصدر المجلس الجهوي للسياحة كابسولات فيديو وصور على شبكته التواصل الاجتماعي من أجل التعريف بوجهة الداخل على الصعيد الوطني مع إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول من أجل تذمين التراث الثقافي والثروة الطبيعية للجهة وبالتكازه على المؤهلات الطبيعية للجهة يتطلع مخطط العمل كذلك إلى تطوير منتجات محددة لتعزيز جاذبيتها وفي هذا الصدد فإن السمى المميزة للؤلاء الجنوب التي تقع في قلب الصحراء بين البحر والرمال توفر العديد من الفرص للسياحة الناشطة كالرياضات الساحلية رياضة التزحلق وركوب الأمواج والإستجمام الصحي والتنزه وممارسة المشي في الصحراء كما يستلزم الترويج للسياحة الداخلية اتباع خطوة محددة مع وكالة الأسفار المغربية وفي هذا الإطار قام المجلس الجهوي للسياحة بعقد شراكات مع وكالة أسفار وطنية وإعداد باقات ترويج مع منحي زوار عند وصولهم باقات ترحيب تحتوي على دليل التعامل مع فيروس كوفيد-19 وكمامة وخريطة للمدينة والجهة بالإضافة إلى كتيب يضم عنوين مفيدة للأماكن السياحية وستتم مواكبة هذا المخطط كذلك باستراتيجية للتواصل تروم تذمين مؤهلات الجهة وتعزيز جاذبيتها لدى الزوار المحتملين وحول رسالة الداخل تنتظركم سيتم تذمين تنوع وذراء وتاريخ الجهة من أجل جذب سياح المغاربة ومن أجل استقبال السياح بشكل أفضل ستشرع الداخل في تزيين ساحتها وشوارعها ومحاورها الرئيسية ببرنامج ترفيهي تم إعداده بالتعاون مع المندوبية الجهوية لسياحة والعديد من الشركاء بينهم قطاع الشباب والرياضة لتنظيم مسابقات السباحة في الخليج والصيد وركوب الأمواج والتنشيط في الشواطئ فضلا عن الغرفة المهنية معرض بالتجارة والصناعة التقليدية والمركز الجهوي للاستثمار من أجل تنظيم أيام مفتوحة مخصصة لفرص الاستثمار بالجهة روبرتاج النشر من جليميم يرصد لمعاناة تجار الإبل الذين تحملوا التبعات والآثار الاقتصادية العكسية لجائحة كورونا التي تسببت في كساد وركود تجارتهم فئة التجار تعول على المزيد من تدابير التخفيف لإنعاش نشاطهم التجاري الحفظ محضار عياد السرتي وجمال الخصصي معهم المزيد محل بضواح مدينة جليميم تختص بتجارة الإبل تحملت التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا على امتداد الثلاثة أشهر الماضية في ظل كساد هذا الصنف التجاري تجارة الرائجة تنشط معاملاتها بالمنطقة خاصة مع مطلع الصيف تزامنا مع موسم المناسبات والأفراح العائلية تعاني في صمت مع استمرار حظر كل أشكال اللقاءات والتجمعات وهو ما يكبد هؤلاء التجار خسائر إضافية عنا دروك الهدب الغليظة هي اللي كنا نتماعيش فيها شوية غرادة دروك من المعادل المناسبة هاتشي حاصلين كأننا كنا نعرف دروك تلتشهر والأربعة كنا نعرف وكنا نعرف وخاقع بعناها دروك ملايينة قبضوا في هذك اللي عطينا بها لحقا بيقام العلف لحقا زيلة اللي كانت لك خمسين الف وستين هش لا يتاقبض فيها هنا كنا ندو اللي عشرة وندو خمسة وندو قاعة خمستعش في الزيلة ودركواها كلا خمسين وستين هش لا يتاقبض فيها هي تشغر الله يرفض عنها هذا الشي اللي جاب الله بداية السيطرة على الوباء وطنيا وانبعاث بوادر انفراج هذه الدائقة مع التخفيف التدريجي للقيود على عديد الأصناف والمعاملات التجارية محليا مستجدة ترفع من منسوب الأمل لدى هؤلاء التجار خاصة مع استئناف الأنشطة التجارية لسوق محيريش أحادي أعرق المراكز الاقتصادية على امتداد جنوب المملكة تجار باتوا يترقبون مستويات التخفيف في المراحل القادمة الصوب كان مسدود عننا من جهة البيع واشتراه واليوم نفتح الصوب ونطلبهم مولانا تبارك وتعالى الله يرفض عننا هذا الواقع وهذا الشي اللي كان حاصر الصوب وحاصر المساعد المال بالغلظة نطلبهم مولانا تبارك وتعالى يتحرك المناسبات وتحرك الوقت يتحرك الصوب ويكون الخير فيها ومن هذا الشي اللي فات واقف الصوب والصوب ما كاين ونحن شارع عندك شيء صينف تجاري تشتهر به منطقة وادنون أضحى يرزح تحت وطأة المعاناة بسبب آثار وتبعات هذا الوباء اللعين من عكس سلبا على معاملات فئة عريضة من الكسابة تمتهن هذه التجارة تجارة تنتعش بشكل ملفت خلال موسم الصيف الموسم الذي يرتبط بانعقاد زخم كبير من المناسبات والأفراح العائلية ما يقوّل إقبال على كل أصناف الإبل وفي مسعى للتخفيف من آثار الجفاف على مربية الماشية بجماعة جرفية وتتبع وضعية القطيع قامت لجنة إقليمية مختلطة بزيارة ميدانية استهدفت مناطق مختلفة بالجماعة في المتابعة بريجن العروسي ومحمد شارع قافلة تضامنية قطعت أزيد من 200 كم لتتبع وضعية القطيع بجماعة الجريفية في إطار التخفيف من آثار الجفاف على مربي الماشية قافلة محملة بمجموعة من المساعدات الغذائية امتدت إلى مختلف النقاط المترامية بهذه الجماعة التي تحتضن أكبر تجمع للكسابة لتأمين الحاجات الأساسية للرحل خاصة منها المواد الاستهلاكية دون إغفال التحسيس والتوعية بالنظام الغذائي الصحي للماشية لتفادي أضرار التغيير المفاجئ للنمط الغذائي نتيجة شوح تساقطات المطرية هذه زيارة لساكنة المجال القروي التابعة لدائرة الجريفية لتفقد أوضاع وأحوال رعاية صاحب الجلالة بهذا المجال القروي وما ميز هذه الزيارة هو توزيع عدد مهم من المواد الغذائية الأساس على ساكنة المجال القروي واليوم نشكر هذه اللجنة اللي جاتنا اليوم وقفت علينا تشوف أحوالنا وتشوف أحوال الحية وتشوف المواطن كيفاش تشوف أحوال الحية من ناحية الأمراض وتشوف حالتها من ناحية الأعلاف وتشوف حالة المواطن المولي كيفاش وتشوف المشارب اللي تشرمنها الحية ونشكرهم وليوم الحمد لله نهار زين جاءوا إجباوا علينا هنا وبلغة الأرقام أمن برنامج القافلة التضامنية للكلسابة معالجة 4966 رأسا من الماشية ضد الطفيليات الداخلية وتلخيح 585 رأس ضد طاعون المشترات الصغيرة وجذر الغنم بزيارات ميدانية للوقوف على الحالة الصحية للقطعان المتواجدين في إقليم وجذر وإلى اليوم الحالات التي لقنا هم حالات طفيليات الداخلية والخارجية عند قطعان الأغنام والمعز وهذا النوع من الأمراض أنه نوع يعود دائما في العمان يعود فيهم الجفاف وخاصة كي هذه السنة والحمد لله الأغنام التي لقنا أنهم الحمد لله وتواوى كاملين بالنسبة لنا نلاحظوا في هذه السنة لأنها تفشي كثير من الأمراض والحمد لله جاءت لجنة طبية قامت قد متيسر من اسميتو دقة الأغنام قامت بتداوي الأغنام عن جميع الأمراض وفحصها واسميتو توزيع الأدوية البيطارية على الكسابة وهذا رأيه الحمد لله عمل جيد ومشكور عليه كثيرا ونهنهم عليه ونثمنه دعم اجتماعي تنخلط فيه مختلف الدوائر المعنية وعبر العديد من التدخلات الميدانية للتخفيف من آثار الجفاف على مربئ الماشية بالمنطقة دعم يأتي في غضون ظرفية سعبة يعيشها الوسط القاروي نتيجة الشح تساقطات المطرية في ظل الطارئ الصحي الذي يشهده العالم وفي جديد أحوال الطقس أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة خاصة من المستوى البرتقال لأنه من المرتقب أن تشهد عدة مناطق بجنوب المملكة طقسا حارا ابتداء من يوم غذ الاثنين وإلى غاية يوم الثلاثاء المقبل وأوضح حدث المديرية أن درجات الحرارة السراوح ما بين 42 و45 درجة واسطتهم أقالين بوجدور وذي ذهب وأوسرد صور نهاية النشر اخترناها لكم الليلة من شاطئ الوطي بإقليم الطانطان أحد المتنفسات الطبيعية التي تشهد في هذه الفترة إقبالا مهما للساكنة خصوصا في ظل الالتزام بمختلف تدابير الصحية التي تضمنت إجراءات التخفيف التدريجي للحجر الصحي الصورة بعادسة عبد الرحيم حجي والتوضيب ليسين السيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مستجدة الصحف الصادرة يوم غدين في قراءة لعياد السرتي نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادرة يوم غدين الاثنين من يومية لحظات المغربية وكتبت مخيمات تندوف تشتعل فبعد القمع والحصار الذين مارستهما ميليشيات البوليساريو طيلة الثلاثة أشهر الماضية ضد صحراويين المعارضين لسياستها اندلعت احتجاجات ومظاهرات عنيفة ضد قيادة هذه الجبهة حيث بدت قبضتها على الساكن ضعيفة وغير قادرة على التحكم في الوضع المظاهرات التي أشعل فتلها احتجاجات عائلة أهل الصلاحي أمام ما يسمى وزارة الدفاع على إثر اعتقال أحد أبنائها ومتابعته أمام محكمة عسكرية لكن الجبهة الانفصالية قابلتها بحجد جميع تشكيلاتها المسلحة لقمع هذه الوقفة الاحتجاجية التي اتخذت شعارا لها لا شرعية لا شرعية للمحكمة العسكرية حسب ما أكدته مصادر من المخيمات والتي وثقت المواجهات العنيفة بين المحتجين وميليشيات البوليساريو بالصوت والصورة وأضافت الأحداث المغربية أن حالة السخط والغليان السائدة حاليا في المخيمات ليست الأولى من نوعها بل سبقها احتقان خطير صحيفة العالم كتبت في عددها ليوم غذين الاثنين لم تعد مخيمات تندوف مكانا يوميا فقط للاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي فقد تطورت المستجدات بشكل سريع ومتلاحق يعكس مستوى الاحتقان والتضمر الذي تعانيه الساكنة متجلية في صيف جديد من المواجهات بين ميليشيات البوليساريو والساكن المغلوب على أمرها والتي تؤدي ثمن الرعب والتديق الذي تمارسه الجبهة منذ أربعة عقود وكشفت العالم أن هذه المخيمات شهدت اندلاع شرارة انتفاضة عارمة حينما هاجم عشرات الغاضبين من قيادة البوليساريو على مقر الجهاز الأمني القمعي للجبهة في أعقاب الاستلاء على الأسلحة والذخيرة الحية وبعض السيارات من طرف المحتجين ثم ضرب قائد الجهاز مما دفعه إلى ترك المقر والفرار سالما بجلده هذا في الوقت الذي شهدت فيه باقي المناطق بالمخيمات انتفاضة وانفلاتا أمنيا صحيفة برلمان كومالالكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية سلتت صحيفة تشاسا 24 البلغارية الضوءة على أهمية مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وفي هذا السدد نقلت الصحيفة تأكيد المحامي في محكمة الاستئناف بباريز هوبرت سيلان أن الصحراء مغربية بلا منازع بالرغم من مناورات البوليساري وحليفتها الجزائر مبرزة أن هذا الموقف ينضاف إلى أراء العديد من المحللين والمراقبين الدوليين الذين يدافعون عن مغربية الصحراء وأبرز سيلان بحسب اليومية الدينامية التي خلف افتتاح العديد من الدول الإفريقية لقنصريات عامة في الأقاليم الجنوبية للمغرب مضيفا أن الجزائر بتخليها عن جزء من أراضيها للبوليساريو تؤكد أنها أحد أطراف هذا النزاع المفتعل ووفق الصحيفة البلغارية تترق المتحدث إلى الوضع في مخيمات تندوف حيث تعيش الساكنة في ظروف مزرية ويفتقرون إلى أدنى شروط العيش الكريم من جهة أخرى أوردت اليومية تصريحات نائبة وزير الداخلية السابق النائبة الزامبية غريس نجابو إفراتي أكدت فيها أن مقترح الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لقضية الصحراء واعتبرت المسؤولة السياسية أن المقترح المغربي هو الإطار الوحيد الذي يستجيب لمعايير مجلس الأمن من أجل حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع المفتعل ويسهم أيضا في تعزيز الاندماج الإفريقي يومية الأخبار كتبت في عددها ليوم غد الأثنين أعطى جلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية لإرسال مساعدات طبية إلى عدة دول إفريقية شقيقة بحسب ما أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه المساعدات تهدف إلى تقديم معدات طبية وقائية من أجل مواكبة الدول الإفريقية الشقيقة في جهودها لمحاربة جائحة كوفيد-19 وأكدت الوزارة أن هذا العمل التضامني يندرج في إطار تفعيل المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة في الثالث عشر من شهر أبريل الماضي باعتبارها نهجا براغماتيا وموجها نحو العمل لفائدة البلدان الإفريقية الشقيقة ومبرزة أن هذه المبادرة تمكن من تقاسم التجارب والممارسات الفضلة وتتوخى إرساء إطار عملي لمواكبة جهود هذه البلدان في مختلف مراحل تدبير هذه الجائحة انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم عبد الرحمن والمحمد والمبيريك عن عمر يناهز 86 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة أولاد تدرارين كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة مليك الدوامة الحسين عن عمر يناهز 25 سنة الفقيد تنتمي لقبيلة أيتوس أهل مسعيد وسعيد تغمض الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهما فسيح جنته وألهم دوما الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون أما اللحظة فنتوقف مع الورقة الخاصة بأحوال التقص سيكون الجو حارا بالمنطقة والسماء قليلة السحب وصحوى نسبيا على العموم مع هبوب زوابع رملية محلية بأقالي من الجنوبية درجة الحرارة السهلة من العاصمة الرباط 25 درجة 35 درجة مستجلة بقليميم وسيدي إفني 39 درجة مرتقبة بأسا والزاق 39 درجة أيضا مستجلة بالعيون 43 درجة مستجلة بأوسترد 33 درجة مرتقبة بالداخل حالة البحر على طول الساحل الأطلسيين متوقع أن يكون قليل هيجان أما علو البحر فسيطرة وحمى بين المتر وثلاث أمطار شروق الشمس بحول الله سيكون على الساعة السابعة صباحا ودقيقتين أما الغروب فسيكون بحول الله على الساعة الثامنة مساء و40 و40 دقيقة أما بالنسبة لدرجة الحرارة المستجلة ببعض المناطق والعواصم المجاورة لبلادنا نستهل من العاصمة المورتانية وكشوط 38 درجة 41 درجة مستجلة بباماكو 45 درجة مرتقبة بآطار و41 درجة مسجلة بباماكو قبل الختام نذكركم بأبرز عنوان النشرة في أبرز عنوان النشرة تعليمات ملكية سامية لإرسال مساعدات طبية إلى عدة دول إفريقية من أجل مواجهة جائحة كوفيد 19 تسجيل 101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و69 حالة شفاء خلال 24 ساعة الأخيرة اتبعنا من قليمي من عكسات جائحة كوفيد 19 على تجارة الإبل ختم النشرة شكرا على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة